تنويه بسيط اي شي موجود بهذا الفيديو واشي تم نشرو تدولة على مواقع التواصل واحنا ما نتحمل مسئولية اي شي ينذكر به القضاء العراقي يحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات للإعلامية همسة ماجد مع وقف التنفيذ بعد شكوى قدمها عليها الإعلامي ميناس لسهيل اللي نشر فيديو وصرح به عن تعرض للتهديد واتهامة بأشياء هو بريء منها من قبل همسة ان شاء الله رح اخليها تعرف شنو معنى القانون وبس انا مرح اقطع جاستي يعني جاستي يعني تعرفون انا إنسان إعلامي يشتغل في مؤسسة واللي اعتبر تشير كون همسة هددت فيديو نشرت على واحد من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تحترم نفسك وتلزم حدودك لا والله امام الملأ اطلع كل قصصك وبتزازك وهي المذكرة هي مو الأولى بحقها بعد تهديدها للمحامية سمية الكبيسي واللي هم رفعت عليها دعوة وكسبتها وتم الحكم على همسة بستة أشهر سجن هم مع وقف التنفيذ إضافة لتغريمها مليون دينار همسة ماجد همسة ماجد على الانترنت خصوصا من أثارة غضب الرجال بالعراق بعد مقالة خير الرياجيل أجيبه بخمسين ألف خير الرياجيل أجيبه بخمسين ألف شنو رجال؟ السؤال هنا رح تلتزم همسة ماجد الصمت لمدة ثلاث سنوات وما تصرح أي تصريح يستفز أي أحد خصوصا أنه القضاء ألزم بحسن السير والسلوك خلال هاي المدة شاكونا باراكم بالتعليقات شكرا